الشاهد لا أزلت أدرس نحوي الآن في كلية الحرم والحقيقة أفادني كثيرا التدريس في الحرم لماذا؟ إذا أردت أن تضبط مادة درسها وبعض الطلب يقول لي كيف أضبط النحو قل له لو تدفع وزر للناس حتى يستمعوا لك ويقول لأحدهم إن عالما في أرض شنقيق اسمه أحمد بن عمر وهو من شيوقي الشيخ محمد الأمين صاحب أضواء البيان شنقيق أنه ذهب إلى إحدى المحاضر التي يقرون فيها العلم وجاء بمكتبة كاملة وجاء بهذا أبوه ليس على درجة علمية جيدة ذهب إلى حين بجانبه قال أنا لي عندكم حاجة قالوا ما هي سوف نقضيها لك أبوه قال اقرأوا العلم على ابني سبحان الله لأنه إذا قل لي عليك علم وشرحته لن تنساه وأحيانا الإنسان يضع إلى محاضرة أو شيء فيحضر المادة الذي يوفق في إلقائه في المحاضرة لن ينساه أبدا الله أرسى إذا درست شيء ودرسته لا تنساهه منطقا فأنا أنصح طلابي بأنك يتعلم شيء من نحو درسوا وعلموه للناس وحتى لو تدفعوا لهم إجرى ليستمعوا لكم وأقول لبعض الطلاب هل ترى أنك تضحك لي؟ أنا اللي يضحكوا عليك لا إله هذه سكاة العلم نعم هذه سكاة العلم نعم فهذا ما عندي على الموضوع والله سبحانه وتعالى الله أعلا